موسيقى 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 لا يوجد مجموعة من الدول غير التوقيت ولكن كان النقاش يأخذ الوقت الكافي و يكون النقاش عمومي و يأخذ الأراء من الأباء و التلاميذ و الأساتذة و النقابة التي تمت الأساتذة و يكون النقاش عمومي حول المسؤال و بعد أن نصل الخلاصات مشتركة و يمكن أن يتخذ قرار من هذا النوع ولكن في المغرب يتخذ قرار في 24 ساعات و يكون قرار خارج أي اعتبارات أو نقاش عمومي الذي يأخذ بعين الاعتبار أساساً مصلحة المواطن و مصلحة التلميذ الذي يقولون بأنه يحور العملية التعليمية التعلمية و بالتالي اليوم الحكومة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الحتجاجة للتلاميذ و يمكن أن التلاميذ في المغرب كلهم يحتجوا غيرها و يكون ضرر أكيد على التلميذ و على الأباء و على المدراسة العمومية و بالتالي يجب إعادة النظر و يجب العودة إلى التوقيت الرسمي و يمكن أن يتفتح نقاش و يأخذ الوقت الكافي من أجل أن نرى ما سوف نستمر في التوقيت الصيفي أو سوف نرجع للتوقيت العادي في المغرب نحن نتبع أن الحتجاجة للتلاميذ دائماً ندعم الحق في الحتجاج من حق الناس أنها تحتج لأنها تعبير على أن الناس متضررة من شيئ ما و التلاميذ يجب أن تنسيت لهم الحكومة و يجب أن تأخذ بعين الاعتبار رأيهم في هذا الموضوع و بالنسبة لنا كنقابات نؤكد بأننا ضد ترسيم التوقيت الصيفي بشكل نهائي الدراسة يجب أن نتحدث الدراسة كيف نرى الدراسة؟ لأسف أن الدراسة كذلك تثبيت بأن هذه الدراسة تثبيت في آخر لحظة و الدراسة تثبيت فعلاً و المبررات التي أعطيت الحكومة من خلال هذه الدراسة من أجل تغيير التوقيت الصيفي مبررات غير مقنعة نهائياً لأنهم يتكلمون عن الأمن الطاقي و يتكلمون عن الأمن المغاربة و هذا المغاربة ليس يخرجون في الصباح الحكومة لا يمكن أن تحلل المشكلة لكي أن الآباء يعملون في الإدارة العمومية في توقيت و المرسوم يقولون أنه تساهل مع الآباء لأنهم يمرون في التعامل في توقيت الإدارة و هذا قيمة العبات لا يعني أنه يتكلمون مع الآباء و كيف سنقومون بالنسبة للناس الذين يعملون في القطاع الخاص سوف يدخلون في الثمانية والأولادهم سوف يدخلون إلى ثلاثة ثمانية ونص أو إلى ثلاثة سعود القطاع الخاص اليوم يستمر في توقيت العادي و المؤسسات الأجنبية استمرت في توقيت العادي معنى أنه أمام حالة من الفوضى و من العابات السبب فيه أساسا هي الحكومة و كل مرة تخرجنا الصيغة من الصياغ بكل صراحة هذا العابات و وزير التربية الوطنية يخرج بتصريح في قناة تلفازية يقول بأنه سوف يطبقوا واحد توقيت و سوف يأخذوا ساعة فقط للإستراحة بين 52 ثم يأخذوا توقيت آخر ثم يأخذوا في الليل يتصلوا بالنقابات و بجمعية الآباء و الولايات من أجل النقاش حول التوقيت و عبرنا فيه على نفس الموقف دائما يبين بأنه يرتيب و يلعبات في تنزيل هذا القرار لأنه قرار كان غير مدرس قرار جاف و جائي و ربما نزل حتى على الحكومة لم يكن لديه خبار لها وبالتالي نعتبر بأن هذا الارتيب وهذه العابات التي يسمع في تنزيل التوقيت المدرسي ممكن إلا أنه يضر ممكن إلا يكون عنه ضرار و حتى تدبير دياله على المستوى العملي يعني المديرين ولا المفتشين ولا الناس اللي معنين بشكل مباشر بالزمن المدرسي و بالتدبير الزمن المدرسي كي أكدوا بأنه راه لا يمكن إلا تدبير الزمن المدرسي بهذه العباتية و بهذه الارتيبات وبالتالي نقول بأن الحل و ما يقتضيه العقل و ما يقتضيه تفكير سليم هو العودة إلى التوقيت العادي على أساس أنه إذا كانت رغبة في تغيير التوقيت فيما بعد يجب أن تفتح فيه نقاش لمدة كافية و نرى ما هي الأشياء اللي ممكن تكون إيجابية و ممكن تكون سيلبية و بعد ذلك ساعة ممكن ناخذ القهار بشكل جماعي